اشتركوا في القناة أن ننظر إلى حركة الهمزة نفسها أو حركة ما قبلها ونأخذ الحركة الأقوى وأقوى الحركات هي كما نعرف باللغة العربية هي الكسرة، الضمة، الفتحة، السكون والسكون هي أضعف الحركات أو الحركة الهادئة لكن اليوم سنتحدث عن الحالات الشاذة للهمزة وكما يقال لكل قاعدة شواذ والقاعدة الشاذة معناها التي تخرج عن القاعدة أو تخرج عن المجموعة الحالات الشاذة للهمزة يجب أن نحفظها حفظاً حتى نميزها لأنها ليس من القاعدة الأساسية، هي تعتبر شاذة خارجة عن القاعدة وهي قليلة، يعني ليست كما القاعدة الأصلية، لكنها قليلة لذا يجب أن نحفظها حفظ حتى نميزها سأقوم بشرح إن شاء الله عن ثلاث حالات كل حالة ونأخذ عليها أمثلة أحباء الطلاب، هيا لنتعرف على الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة الحالة الأولى، إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ألف ساكنة تكتب على السطر مثل كلمة عباءة عباءة الهمزة مفتوحة وسبقت بألف ساكنة ألف المد أو حروف المد جميعها باللغة العربية تكون حركتها السكون باء عباءة الهمزة مفتوحة وسبقت بحرف ساكن إذن تكتب على السطر متوسطة على السطر قراءة قراءة لاحظ حركة الهمزة هي الفتح قراءة وسبقت بحرف مد ساكنة بألف، ساكنة، إساءة، براءة، كذلك ينطبق عليها ما انطبق على كلمة عباءة وقراءة هنا يا أعزائي في هذه القاعدة نعتمد على النطق نعتمد على النطق حرف المد دائما ساكن والهمزة مفتوحة يتبعها حرف ساكن تكتب على السطر لو عدنا إلى القاعدة الأصلية التي درسناها قبل أسابيع الحالة الهمزة المتوسطة القاعدة الأصلية تقول إن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن تكتب على ألف هذه القاعدة الأصلية لكن إحنا الآن ندرس بالحالات الشاذة للهمزة إذن هي حالة شاذة خرجت عن أو خالفت القاعدة الأصلية لذا كتبت الهمزة متوسطة على السطر إذن نقول عنها حالة شاذة وكما ذكرت سابقا يا أعزائي القاعدة الحالات الشاذة للهمزة يجب أن تحفظ حفظ حتى نميزها عن أو نميز بينها وبين الهمزة المتوسطة للحالات غير الشاذة الحالة الثانية إذا جاءت الهمزة مفتوحة المتوسطة مفتوحة بعد واو ساكنة كذلك بعد واو ساكنة تكتب على السطر كلمة مروءة مروءة سموءل لاحظ كلمة مروءة جاءت هي الهمزة مفتوحة وقبلها الرو وهو حرف المد الواو إذن تكتب متوسطة على السطر طبعا أذكرك أنها هي من الحالات الشاذة للهمزة كذلك أعزائي الحالة الثالثة من حالات شذوذ الهمزة المتوسطة إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ياء ساكنة هيئة هيئة إذن الياء ساكنة والهمزة مفتوحة كتبت على نبرة ييأس الياء ساكنة والهمزة متحركة لذا كتبت على نبرة كلمة جريئة كذلك كلمة جريئة كلمة فيئها طبعا أنا ما كتبتم هون لكن أنت بإمكانك أن تقوم بكتابتها وتترب على كتابة هذه الهمزة طبعا نحن ندرس الهمزة حتى نتمكن من كتابة الإملاء بكتابة صحيحة تسمى هذه قاعدة إملائية أي يجب أن نركز على إملاء الكلمة أي نقوم بكتابتها ومقارنتها مع حالات الأصلية للهمزة إلى هنا أعزائي نقوم قد ختمنا طاعدة الهمزات نهائيا في هذا منهاج الصف الخامس أتمنى أن تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذه الدروس استودعتكم الله وإلى اللقاء بقاعدة جديدة إن شاء الله تعالى لم يتبقى أمامنا إلا المراجعات لهذه القواعد استودعتكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر